مزارات المختلفة في حيات كتماعي نازم بيقوموا بيه واكيد بيكون بيهدف وبنلاقي نتيجة في موضوع ما مزارة الشباب ورياضة عاملة مجموعة من المبادرات الكتيرة جدا وهنتكلم نهاردة عن المبادرات دي وبنرحب بضفنا واستاذ مصطفى ايمن احد سفراء مبادرات مشواري اهلا بحاجة سفراء مبادرات المجتمعية او المبادرات الشبابية بتكون مقدمة من نزارة شاب ورياضة وبالاشتراك مع معظمات اخرى وبالفعل بتكون في منظمات برد او في مبادرات بالفعل احدية بالنزارة شاب ورياضة بس المبادرات دي بتستهدف الشباب من مختلف الجنسين الفتاة والفتاة مجموعة مهارات وتدريبات بيتسبها الشاب المهارات دي المهارات المتنوعة عندنا مهارات مثلا التدريب على المهارات الحياتية زي التواصل التعاون المشاركة الفعالة في المجتمع اللي برضو طبعا مين بديهم الحاجات دي طبعا مدربين مختصصين يعني تم تدريبهم على اكفاء مستوى تدريبات زي تدريبات مدربين وبرضو تدريبات تواصل وتدريبات برضو بتكون مهارات سوق عمل ومهارات ادخار ومهارات وهكذا من المهارات المطلوبة للشباب اللي يكون فعال في المجتمع دي حاجة اساسية وبرضو يعني نلقى الضو برضو على الشباب اللي بتكون انطوائية جدا الموضوعات دي بتساعد جدا على يعني احنا بنخليهم ونمجين مع المجتمع زي يتعاملوا لو وجهتهم مشكلة يعملوا ايه بالضبط نانا خليه لان فيه ناس فعلا نهو يتلاقيها جمدك كده حتى لو بتبقى بتشتغل ما بتبقاش متعاونة مع الاخرين ما بتعرفش تبقى مارينات بالضبط السوشيال ميديا حضرتك بس يعني هو سيطر على الشباب بمعنى ايه بمعنى ان كل فرد او كل شاب ياخد موبايله ويقعد فيه في البيت طب انزل انزل مع صحابك انزل كده مفيش فالموبادرة دي بتساعد الشباب على ايه بتساعدهم على الخروج من العزلة الخروج من الانطوائية ثم الانتقال الى المشاركة يعني طول ما هو هيتوصل مع صحابه هيتوصل هيتعرف على ناس جديدة هيتسم ماري جديدة هيلائي نفسه خلاص خرج من موبايل خرج من العزلة واحدة واحدة هيتعامل مع المجتمع هيتعامل فيه اه تدريبات فيه اه صحاب فيه اصدقاء فيه خروجات فيه اه مشاركة فيه تعاون فيه تواصل فهنخلق فكر جديد للشباب من خلال مبادرة المجتمعي اللي بتقدمها وزارة شاب الرياضة اي حد ممكن اشترك طب انتو اللي ما بيبقى فيه مبادرة نعرف عنها ازاي طبعا بتاني انا انا وزارة شاب الرياضة بالفعل يعني كازا مبادرة كان فيه مبادرة من يومين يعني نتشارك اسمها كده مبادرة نتشارك اه فيها يعني بتتناول اتنشر محافظة المبادرة دي بتتناول المهارات الاجتماعية والمهارات المجتمعية وتمكين الشباب اه فالمبادرة بتطلع عنها من وزارة شاب الرياضة ومدرية شاب الرياضة ومحافظة اصوان وهكذا يعني وكذا دي بتتكلم عن اين نتشارك بتتكلم بقى على المهارات نفسها المهارات التواصل نفسها ومهارات الادخار ومهارات التمكين الاجتماعي والتمكين الاقتصادي. اه. و بتساعد الشاو طبعا على المشاركة والفاعلية في المكتب. طب ايه بقى مبادرة مشواري? مبادرة مشواري. مبادرة مشواري دي مبادرة اه بدأت اه الفين و تماني. بالشراكة مع الشراكة الفاعلة طبعا بين وزارة شاو و الرياضة ومنظمة نوسيف اه لرعاية الطفل. اه بدأت اه كمبادرة قومية في اتنشر محافظة. اول محافظة دخلت المبادرة ليها كانت محافظة اسوان. اه بدأت من خلال التدريب مدربين. اه وبالفعل بدأ المدربين يمرنوا. وياخدوا دورات تي او تي و دورات اه مهارات حياتية ومهارات التواصل وهكذا. اه. اه. المهارات. الهدف ايه? الهدف. الهدف منها هو اه اول حاجة التواصل. تاني حاجة المشاركة. رابع تالت حاجة التواصل الفعال. رابع حاجة. احنا بنكون شباب عنده قدرة على المعارفة الجيدة. يعني احنا مسلا. يعني انا شايف ان كل سواء انا تشارك او مشهوري او غيره وكله هدف واحد. هدف واحد بس باختلاف الفئات العمرية. باختلاف اه. اه. يعني احنا مسلا احنا المبادرة دي من عشرة لاربع عشر سنة. اه. ده المدربين بيتناولوا الفئة. اكبر فئة من معينة. فاحنا بنضرش بنصرهم معلومة طول ما المدرب اكبر مني. يعني في فنانة مسلا. اه. 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 احنا بنتوصل من عشرة لاربع عشر سنة. بنتدله ايه بقى? بنتدله مهارات حياتية. اه بناخد في المهارات الحياتية بناخد تفكير الايجابي. فيها برضو الافكار السلبية. اه. 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 اتقبل احترام التنوع. وبرضو بنتناول الاساليب بتحفزها. الواحدة التانية دي بقى دي ما واحدة الاولى. الواحدة التانية بنتناول فيها مهارات التواصل. المرسل للمستقبل. ازاي يرسل رسالة. يعني انتم تمنعه على مراحل. اكيد. اه. او. تستويات. اه. من خلال تلات يام. التلات يام دولة بيكون فيهم اه المتدرب من ضبط التلات يام متواصلة. من خلال اه المهارات الحياتية زي ما ذكرت لحضاتك. وبرضو معنا اه الوعي الوظيفي اللي هو ازاي كيفية التعلم. ازاي انظم موقتي. ازاي قدرت خطة. ازاي قدرت خطة يومية. ازاي اه ادارة الوقت. فده بيساعد الطالب او بيساعد الفاض على اكتساب المهارات والانخيرات في المجتمع. طب انتم بتختاروا مبادرات على اساس ايه? يعني على اساس ايه? يعني هل بتعملوا مثلا بحس اجتماعي? بشوفوا ايه الناقص تعملوه? المهارات نفسها بتكون مخصصة اه للبحث عن النواقص في الشباب. يعني دلوقتي في الشباب احنا شايفين ان السوشيال ميدي هي مسيطرة عن الشاب كلهم. فاحنا عايزين نفعلهم او نديهم حركية في المجتمع. هننزلهم في مبادرات. هننزلهم في زيارات. هننزلهم في تنظيمات. من خلال ان هو بينزل وبيشارك في اه زيارة اه وزير الشاب الرياضة. كان اه مبادرة واي الواي دخلت ونظمت وشباب اه كلهم اه في اثناشر سنة وعشر السنين وبرضو في الاشرينات. فاحنا بنتناول جميع الفئات من خلال الانخراط في المجتمع والمشاركة الفعال. النتيجة بتعرفه ازاي? النتيجة من خلال ان هو بيكون يعني من خلال التحدث. او في احنا اول بداية الكلام نفسه ان ان انت ما فيش كلام خالص ما فيش تقابل نفس. طب نسأل سؤال ما بيجاوبش. ليه? لان هو مش عارف يتفاعل او يدير حوار مع الاخرين. اه. لما بيكون من خلال ان واحد اثنين ثلاثة يعني ابتدأ مرة اثنين ثلاثة. ينقرد في زيارات. ينقرد في تنظيمات. مرة اثنين ثلاثة هتلاقيه خلاص هو ابتدأ يتكلم. يعني انت من 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 تفاعله بتعرف ان هو من قد دي نتيجة لنا. اه. بيكون هو عنده ثقة بالنفس ان هو يدير حوار وهي يتناول النقاش من خلال التفاوض. مين المقبلين اكتر بقى البنات ولا الولاد? اه? هو هو الاناس طبعا انا يعني اه. الاناس يعني بكثرة شوية احنا برضو خلال المبادرات اللي فاتت كان الاناس شوية اكتر بس برضو النسبة الزكورة مش قليلة. يعني مثلا لو ادينا الرنج هنا ورنج هنا او النسبة هنتكون مسلا في حدود اه 67 مسلا وهنا ثلاثة واربعين اصلا. اه اه اتاتة وثابين حيزا كده. يعني اه بعد ما تخصف المبادرة دي تعملوا يعني تبتدوا بقى انتم مستمري في مبادرات على طول. مش كده? مستمري طبعا يعني مبادرة مشواري اه. اخص يعني مستمرة بشكل. احنا نشوف كمان صور حتى تتعرض معينا. تمام. نشوف الصور. لسه. طيب. 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 دي مبادرة اه مشواري ورشة من الورش. كانت من خلال اه مجموعة صفراء. اه معانا اه مجموعة متدربين من فئة عمرية عشرة ووحداشر سنة واثنشر سنة. اه. وثلاثتاشر واربعتاشر سنة. اه. التدريب ده كان في مركز شاب مدينة اسوان. اه. الساحة والتدريب كان صباحا. قد ايه المدة? تلات ايام كان السبت اللي فات ده بالظبط. لا بيقعدوا قد ايه ساعات كده? اه. المدة بتكون من خلال اربع ساعات او تلات ساعات. اه. بيستبت فيها اه من اول حابة بنعرف اه المبادرة نفسها وبنعرف التدريب. ثم اه بيكون معانا اه شرح. بيبقى شرح بس مصطفى ولا اه ولا بيبقى فيه حاجة تفاعلية بينكم. فيه تطبيقات طبعا. اه. فيه تطبيق من خلال الالعاب برضو. احنا مش برضو بنتقتصر على النظري. زي ما بنوضح في بداية التدريب. اه. بنقول ان احنا مش في محاضرة او درس اه واجب وحسة. اه. احنا بجيين نبسط ونتعلم حاجة جديدة ومهارات جديدة. اه. فبيكون من خلال برضو التطبيق العملي من خلال الالعاب برضو والمهارات. اه برضو خلينا اوضع بس العصائل اللي مساكها دي كان ليه التدريب كان على البروجيكتور برضو فيه مواضية كان على البروجيكتور فبنوضحها عشان بعيدة علي فكنا بنوضحها يعني. اه. فالموضوع يعني كان ممتع بالنسبة للطلبة والفئة من عشرة. انت بتشرح هنا يا مصطفى يعني انت اه. اه موضوع كان المهارات الحياتية كان تفكير ايجابي كان بالتحديد تفكير ايجابي. اه. كان برضو كان فيه تفاعل كويس جدا من خلال. فكرة موضوع التفكير ايجابي دي حاجة من الحاجات الحيوية لان انا هباحس حتى الاولاد الايام دي عندهم يأس كده واكتئة ايه. بقى انا مش هارف عندهم اكتئة من ايه. هو السوشيا الميدي عمل يعني عمل هو. والله بتكلم جاد يعني كل التطور اللي احنا فيه وكل الامكانيات المتاحة ليهم. واحنا اساسا ما بقيناش حتى احنا كاسرة مش زي امهاتنا. لا احنا اسهل بكتير. احنا او الله احنا. احنا اسهل جدا. ومع ذلك هما فيه حاجة غلط فيهم. ففكرة ان احنا نعمل لهم الدورات اللي هي تحفزهم بالنواحي الايجابية. اكيد. والثقة بالنفس ودي حاجات مهمة على فكرة. بالفعل او. والفعل العمرية دي اهم. اهم. اهم دي. يعني انا بسكر لهم ان هما مؤثرين بالمجتمع. اه. بالزبط. يعني عشان يكون عنده المجدرة باهميته ومسئوليته. اه. المسئولية اللي موجهة لي. اه. فهو بيكون متحمس لان هو اه انا خدس في مسئولية. فانا هكون متواجد. لا وهم في الفترة دي اللي هو الولادة عايزين يحيص ان هما كبروا بقى. بالزبط. بالزبط. اي بقى. فده بيحفزهم اكتر. ايوة. اه دي مرحلة اللي هي. عايز ابقى كبير. عايز ابقى مسئول. عايز ابقى صاحب قرار. اه فعلا. عايزت لما مرحلة التفولة فبيبقى تفاعله واستجابته بيتبقى احسن. اكبر شوية فعلا بالزبط. اه. اه. من خلال برض انه بيكون اه بيوضع مسئولية عليه. من خلال انه بيوضع اه بيكون يوم كامل. هو مسكل التيم زي ما نسكن مسكل بالزبط كده. اه. من خلال موضوع بي هو بيختاره من اختياره الشخصي وبيوشرحه لزميله. وان كان حد مش فاهم ما هو يوضحه. حلو دي. فهو بيكون عنده ثقة بالنفس. من خلال انه بيضع على دي الموضوع بشكل عام. مش بشكل خاص بينه وبين. اه. وممكن بعد كده بقى انت حسن هو المغيرة الجميلة دي. اه. كل واحد عايز اطلع اشرح المرة اللي الجاية. فيبتدي يشتغل على نفسه اكتر. بالفعل. فده دي. هي الحاجات التعفاعلية دي هي اللي بتاعرف لو كان نظري بس كان هيبقى زيه وكي انك ده عاد في يعني الفصل في المدرسة. بالضبط هو التدريب كان موضح من الاول ايه ثم انتقلنا لي يعني لجماعة لا ده تدريب اه تفاعلي تطبيقي. اه. فالولاد فهموا ان التدريب كده فابتدوا يتفاعلوا بنانا على ذلك. طب تلت 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 يام كيف اه مصطفى? اه تلت يام ومتابعة بتكون من خلال انا او من مداربين للموبيدين برضو. من خلال انه تحديات اه برضو اه ندوات اه تفاعلية برضو. برضو بتكون في تدريبات اه مشابهة لذلك. ومبادرات ما ذكرناها بنكون دخلهم معها برضو. طب لو انا اشتركت في مبادرة اه 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 انا تشارك. امي? عادي ممكن اشترك في مبادرة مشوار. اكيد اكيد. ما مش انا اشتركت في مبادرة فانا ادي فرصة لتاني حتى لو انا عايز ااخد كزا مبادرة عادي. مفيش مشكلة المبادرات مفتوحة لجميع السنون الموتاحة يعني. بس اهم هي تكون متوفر فيك الشروط طبعا. اللي هي? طبعا اه من عشر الاربع داشنون يكون عند خمسين سنة وينزل تدريب مشواري. اه. 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 اللي يكون في عيام مسلا يكون عنده مسلا اه تسعة لسة مكملش. فاحنا بالرغة. ليه بقى? ليه? ما هو السن اللي احنا مختارينه بيكون هو حيفهم المعلومة اللي احنا بنوضع عليه. اه. لكن انت دلوقتي عندك تسعة سنين اه يا كابتل مش هيفرق سن من تسعة عشرة مش هيفرق. لكن احنا لما بقول لحضرك بنعمل الجرد أو البحث نفسه من خلال النقص عند الشباب فباللاحظ النقص فيه عشرة لأربع طويل سنة فده بيكون عند عايز المعلومات دي طيبا يقول لك السن المحير ده السن فعلا هو اللي يكون المعلومات بتاعته هي اللي بتقول لأ انت السن ده لا هو الصغير اللي تقدر عليه وينفس كلامك ولا هو الكبير اللي أساسا فكره فكره الخاص بتاعه السن اللي في النص ده ايه والزبط وبالفعل كان زي ما ذكرت حضرتك كان فيه برضو في التدريب نفسه ايه بنتين برضو ذكروا ايه بروجيكتور عملوا بروجيكتور مع نفسيهم هم ايه وعرضوا قصة زميلهم وكل ايه سقة والتدريب ونفسه من خلال التدريبات اللي احنا موضعين ايه الموضوع كان عن قدرت الوقت وبرضو تدريب الموضوع التاني كان عن التنور فالموضوع كان مهم جدا يعني طيب انتو بتعملوا فترة معينة للمبادرة يعني انا مثلا عايز المبادرة من يوم كزا ليوم كزا فبتبقوا عاملين وانت بتقول لدورة حق تلات ياب تبقوا محددينها ولا هتستمروا فيها اكتر يعني احنا بنحددها للفئة مسلا للدفع دي مسلا لا مش قصدي الدفع يعني انا مسلا عايزة هقعد بها مسلا شهرين ولا دي مفتوحة لا مفتوحة 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 يعني هي نفس الوزارة هل المدربين بيبقوا من مكان تاني ولا من نفس المدربين اه مستوى اسوان طيب غير بقى الحاجات التفاعلية فيه حاجات تاني هل بتتجوه مسلا فرصة التعبير عن النفس بالكتابة ولا كله بالكتابة اه احنا كان من خلال كم شهر كده كنا اخدنا سقل كصفراء في محافظة برسعيد اه لتزويد المهارات يعني احنا دلوقتي زي ما ادقات الحديكة عندنا كذا مهارة لكن احنا دلوقتي زودنا المهارات من خلال السقل اللي حصل السقل اللي حصل ده كان فيه تدريبات جديدة زي حل المشكلات اوضع لهم مشكلة اخليهم فرق عمل او مجموات عمل واديهم اوضع لهم مشكلة ويدوني الحلول والبدايل والمتاح من خلال الموارد الممكنة بتاعتها ففي اخر تدريب برضو من خلال الصور برضو كان فيه تدريب مهم جدا اللي هو حل المشكلة قسمنا الجروبات او الفئة نفسها الى مجموات عمل وكل فرقة كان لها مشكلة زي التلوث زي ادارة الوقت التواصل الاجتماعي الصديق من التواصل الاجتماعي وابتدوا يوضع الحلول من خلال رؤيتهم ويدتعبين عنيها من خلال بقى مصرحية من خلال توضيح كنقب وبناءه خلال ان هو يعمل حوار او من خلال برضو يعمل زي يعني عرض طلب وعرض وخلاص كده يعني عرض وصد زميل وخلاص فكان المتاح يعني كتير فابتدوا يبدعونا يعني ابدعوا ابدعوا يعني ابدعوا يعني انا نفس الواحدة من الناس ما عرفش عبر عن نفس غير بالكتابة يعني ما عرفش اقول لكن انا عرف اكتب حلو خلاص احنا بنعود بقى الطلب ان هو لا يكتب انت خلاص قرأت وفهمت الكلام المكتوب سيب الورقة قول اللي انت فهمتو بالزبط يعني قول اللي انت فهمت ملكش دعو بالورقة يعني عبر عن اللي انا كتبته بس بطريقتي بقى هي لقائية بالزبط اقرأ وكلم وحفظها براحتك بس تيجي تقولي اللي انت فهمتو انا ملكش دعو بالورقة عايزك انت تقولي وفعلا ابدعوا احسن من الورقة وابتدوا يضيفوا حاجات احسن من الورقة اللي هم مكتبنوا بس حاجة حلوة احنا بقى كمهاتنا يقولي بقى ايه نسان هم يطور بقى ويعرفوا جدلوا معانا ويعودوا ينطحونا في الافكار وانتلاقي لا الفكرة كلها اني يقولك ايه لا طب انت دلوقتي زودتلي ليه الكتاب ما كنت موجود فيه كلمتين اهو يا بقى اقول مجدلة نبتدي في المجدلة يعني بالفعل انا كلمتو يعني كاذا اولي الامور كلموني في الموضوع ده ان عايزين نخلي اه 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 منها كزا اومو منها كزا بس ممكن نشيل الماءلمة ان الازıyla خاص إيême منها نها'ك لأ من خلال اطار ناية الموضوع التأمل منها'كذا حاجة بس ده من خلال إيه الإطار بتاعك اللي انت مش تخرج عنه زي مثلا الماءلمة اoo تطلع من الاز journA الماءلمة او الازازة تطلع منها زرع الماءلمة تطلع منها كذا فانت بد possess تحديد تبكير إبداعٍ من خلال الموضوعات المختلفة بوس هو في بنفس conv having a written story بس مش عايزةра قل اقول اسميوجبي اقول اسم الكتب يعني احنا تبقاش اعلان لي اه كان كل القصص كده اللي هو ايه كان ممكن يبعث لي القصة وزميل عزيزي وحصل على جوائز يعني اه 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 فلما تقرأ القصة كل واحد يديها مثلا لخمسة يمين كل واحد فينا شافها بوجهة نظر مختلفة حلو خلاص حلو خلاص وهو بيدي علامات في القصة بتاعته يعني مثلا وحاجات ارتباطية يعني مثلا هو رابط مثلا وجود كذا بكذا رابط مثلا وجود الصليب مع البحق مع المية يعني في حاجات كده فانت فقفوا بدي حزق اللي مخك يشتغل وتعطل احداث ما بين بعلاق يعني خلت صح فيها الموضوع مهم جدا ان احنا برضو بنعمل احترام التنوع انا دلوقتي تنوع الافكار انا دلوقتي تنوع الجنس تنوع الموضوع نفسه ان انا مثلا انا كمصطفى بشوف الموضوع من خلال وجهة نظر اخرى غير محمد غير اه اه مثلا اروة فاحنا لازم نشوف ده من خلال ان احنا اه التنوع والتقبل احنا لازم نتقبل فده بالفعل بندرسه ويه بندول الطلبة اه من خلال التدريب اللي احنا بنقدمه يعني اه استاذيب حاجة تانية مصطفى اه والله يعني احب باشكو حاببك يعني على الاخير والاستاذة مش عالية شكرا ليك طبعا المبادرات دي مهمة جدا ونحاول ان احنا نحفز اولادنا في ان هما يشتركوا في المبادرات لان هي فعلا اكيد بتغير من سلوكيتهم بتغير من معاملاتهم في الحياة من طريقتهم نظرتهم للحياة بتختلف بتحسزهم بالثقة بالنفس وبتعزز اللي عنده يعني تعزز فكرة المشاركة اه فيه حاجات كتير حنستفيد كتير قوي ولازم بيكون لها تأثير على شخصية الاولاد وتبقى تأثير ايجابي اكيد طبعا يعني فاحنا هنحاول ان احنا نخلي اولادنا يشتركوا في الحاجات دي لان هي الحاجات المهمة للسن اللي كان قال عليه استاذ مصطفى وسن فعلا اه لازم ندعم في الافكار دي عشان نبعده عن الافكار